شاهدنا الكرام لمناقشة هدير الثروة والفساد الحكومي في العراق نرحب بضيفنا عبر الأطمار الصناعية من أسطنبول سيد نظير الكندوري الباحث السياسي العراقي مرحبا بك يا أستاذ نظير معنا حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة وحياك بداية نسأل أستاذ نظير عن جذر الفساد في العراق أهو سياسي أم اقتصادي؟ يعني بطبيعة الحال لا يوجد هناك فساد مالي أو اقتصادي إذا لم يكن مستندا على فساد سياسي يعمل منظومة سياسية لذلك البلد والعراق واحد من هذه البلدان الذي تأسس وتجذر الفساد بسبب فساد المنظومة السياسية الحاكمة له ويعني كلما تبحث في أصول الفساد وجذر هذا الفساد تجد أن أيادي الذين مشاركين في العملية السياسية من وزراء أو مدراء عامين أو أقل من مستوى وهو مشترك في هذا الفساد بل ويؤسس له ويبني عليه وبالتالي فإن هذا الفساد يعمل الدولة العراقية بسبب منظومة الأحزاب الحاكمة لهذا البلد لذلك لا نستطيع أن نقول أن الفساد في العراق هو فساد مالي واقتصادي فحسب إنما هو بالأساس فساد سياسي انعكس على الحالة الاقتصادية ونرى هذا التردي الاقتصادي في البلد إذن من المسؤول استاذ نظير عن تفشي الفساد في أجهزة الدولة؟ طبعاً الفساد لم يكن وليد حالة هذه الأحزاب فجأة إنما تم التأسيس له منذ بداية الاحتلال أول بوادر الفساد هي ظهرت على الحاكم الأمريكي بول برايمر هو كان من أسس لعمليات الفساد وبالتالي تورثت الأحزاب التي جاءت مع هذا الاحتلال وشكلت مجلس الحكم ثم الحكومات المتعاقبة تورثت هذا الفساد وانتشر بشكل كبير ومن البديه أن الولايات المتحدة وكذلك إيران لها يد في هذا الفساد الآن الفساد أصبح ليس على مستوى شخصي أو على مستوى حزب إنما أصبح لها ماضيات متكاملة الأركان تدير أموال الفساد هذا والاختلاص من المال العام بطريقة محترفة وبطريقة غسيل الأموال وتهريبها من البلد بشكل محترف أكثر احترافية لا يمكن أن يكون من بناة فكر شخص أو حزب إنما ترعاه دولة والآن كل الأصابع تشير إلى أن منظومة الفساد الحالية في العراق هي تدار من قبل النظام الإيراني الذي متغلغل بالدولة العراقية بشكل كبير وله ولا من قبل يعني معظم الأحزاب الحاكمة وكذلك الميليشيات التي تسيطر على الأرض تهم الفساك شملت العديد من الوزراء والمسؤولين في الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 ولكن لم يحاسب أحدهم برأيك لماذا هذا التغاضي عن قضايا الفساد؟ بالتأكيد لا يتم محاسبة هؤلاء الذين يفتضحون في الإعلام على فسادهم كون أن الفاسد لا يستطيع أن يحاسب نفسه وحتى من عرف بالفساد مثل بعض الوزراء وبعض من هرب بأمواله لا يستطيعون الباقي الوزراء أو الحكومة أن تحاسب هذا الوزير الفاسد كون أنه ذلك الوزير أيضا لديه من الأوراق ما يستطيع كشف فساد هؤلاء لذلك هي شخص يعني متكفل بشخص شخص يمسك ملفات على الآخر وعلى هذه المنظومة لا يستطيع أحد أن يحاسب أحد وبالتالي هم يتعاونون في الفساد يعني كتعبير أحد الكتاب يقول بالفساد نتحد هذا لسان حال السياسيين الآن يعني هم لا يتحدون من أجل خدمة الوطن إنما يتحدون من أجل زيادة الفساد وإنهاك البلد أكثر وأكثر ويعني تحويل إلى حالة مأساوية إذن حكومة عادل عبد المهدي لم تنجح حتى الآن بتمرير جميع وزرائها بسبب طبعا سطوة الأحزاب هل ستستطيع محاسبة الفاسدين الذين ينتمي أغلبهم لتلك الأحزاب يعني أنا أقول لك في موضوع عادل عبد المهدي وحكومته المتعثرة ربما سيكون أكبر إنجاز يحققه عادل عبد المهدي هو أن يكمل لصاب حكومته هذا الرجل يعني رجل ضعيف وأثبت ضعف منذ بداية تسليمه منصب رئيس الوزارة لحد الآن لم يستطيع أن يكبل كابينة الوزارية لحد الآن لا يستطيع أن يفرض وزير ويأخذ ثقة من البرلمان لا زال لحد الآن هو كالكرة تتقاذفها الكتل يمينا وشمالا وبالتالي وإن أكمل الوزارة وإن استطاع الخروج بوزارة مكتملة الأركان والوزراء هل يا ترى ستكون حكومته من القوة بحيث أن يمنع الفساد أو يحارب الفساد أو على الأقل أن يقلل من حجم الفساد الموجود في العراق هذا الموضوع موضوع شك كبير بل نحن نعتقد أن الحكومة إذا ما يعني عمل الإنجاز الكبير بتشكيلها ستكون أضعف حكومة شهد العراق ما بعد الاحتلال ولحد الآن ولا ربما ستكون استقالته جاهزة ليضعها على الطاولة هو يقول دائما أن استقالتي موجودة في جيبي أخرجها وقت ما شاء وأنا أتوقع أن هذه الحكومة إذا تم تشكيلها بالكامل لن يستمر سوى بضعة أشهر وتنهار هذه الحكومة في ظل هذا الصراع حول الكعكة الحكومية بين الأحزاب قلت أعتقد أن نظير أن أحد أسباب هذا الفساد الحكومي هو غياب سلطة القضاء وحتى هيئة نزاهة البرلمانية متهمة بالفساد والخضوع لأحزاب وقوى السلطة أخي الكريم نحن نشهد حالة بالعراق حالة غريبة لم يشهدها بلد من البلدان الفساد وصل إلى مراحل كبيرة من حيث المستوى في علوة ومن حيث الانتشار بالاتساع ووصل إلى قطاعات مهمة جدا اللي منها هي القضاء القضاء لدينا ليس نزيه وليس يعني بعيد عن الفساد بل هو يمرر لوزراء فاسدين يعني خططهم وأجندتهم بغطاء قانوني كذلك هيئة النزاهة التي يعني يحاولون ذر الرماد في عيون المواطنين بأن لدينا هيئة نزاهة تحاسب الفاسدين هي بالأصل فاسدة ومررت يعني ملفات كثيرة كانت موجودة على وزراء ومدراء عامين بحجم فساد كبير ولم تستطيع أن تلزمهم أو تقدمهم إلى القضاء لحد الآن بالرغم أن جميع يتكلم في الفساد لم نرى محاكمة لوزير أو مدير عام أو أي شخص متهم بفساد حقيقي في الحكومة إنما يطبقون الأحكام على الناس البسطاء والناس المعدومين في العراق نحن نعيش حالة مأساوية في هذا البلد الفساد انتشر في كل قطاعات الدولة من أكبرها إلى أصغرها أفهم من كلامك سيد نظير أن الفساد المالي أصبح ظاهرة اجتماعية يصعب اجتثاثها يعني ربما أنا أختلف معك في هذا الأمر الشعب العراقي لم يعرف هذا المستوى من الفساد إلا في الفترة الأخيرة يعني المجتمع العراقي بطبيعته هو يستهجن هذا الفساد وما التظاهرات التي تخرج سواء في جنوب العراق أو وسط أو حتى في شماله إلا استهجانا ورفضا لهذا الفساد التي تقوم فيه يعني الأحزاء في الحكومة وبالتالي متى ما يعني أزيلت هذه السلطة السياسية وسياستها بنشر الفساد سوف يعود المجتمع إلى النزاهة التي كان يعرف بها العراقيون ستنبث حكومة من خلالهم حكومة يعني تقدس القيم العالية وتنبث هذه القيم الفساد التي الآن مستشرية هو ليس ظاهرة اجتماعية إنما ظاهرة طارئة حدثت على المجتمع العراقي بسبب هؤلاء ولكن بهذا الحجم لا بد أن تكون هناك أدوار دولية وأقليمية في تفشي هذا الفساد الكبير في العراق وزيادة مساحته طبعا هناك دعوات كثيرة كانت يعني لمحارفة وكل حكومة تأتي وكل وزيري يأتي يقول أنا سأحارب الفساد ولم نرى شيئا بل الفساد ينتشر وهناك الآن دعوات جديدة بأن الحلول الحقيقية لهذا الفساد يجب أن يتطلب تدخل دولي للحد من هذا الفساد وبالتأكيد هذه أيضا دعوات يعني ليست عملية إنما ما هو أكثر عملية ما هو أكثر الوصول إلى النتائج الحقيقة هو أن يكون تدخل دولي ليس لمعالجة نتيجة إنه لمعالجة السبب الحقيقي السبب الحقيقي هو النظام السياسي الفاسد إذا ما كان هناك تدخل دولي فيجب أن يكون لتغيير هذا النظام السياسي واستبداله بنظام سياسي صحيح منبثق من روح المواطن العراقي أما هذه العلاجات للنتائج لا تؤدي الغراب ولن تأتي بنتائجها شكرا جزيلا لك أستاذ نظير كندوري الباحث السياسي العراقي ترجمة نانسي قنقر